موسيقى ضل اللافي على إجراء الانتخابات في الوقت المحدد يعني 24 ديسمبر اللي جاي قولوا إن شاء الله دي كارلو قالت إيه بقى على تويتر تحديدا في تغريدة في تويتا قالت الكلام ده كان مبارح لاتنين قالت إنها أكدت للمسؤولين اللي بيين على الأهمية القصوى خد بالك القصوى لإنسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وجهت بإنها نقشت كمان وضع المهاجرين وطالبي اللجوء عند الحتة دي ينتهي الخبر بس هالجملة بتاعة خروج المرتزقة والميليشيات والمقاتلين الأجانب وتسمعتوها فين الجملة دي قبل كده يا جماعة ولا دي جملة جديدة لا مش جديدة على حاجة اسمانها قبل كده صح تمام قالها الرئيس قبل كده آه يجي ست مرات حلو يعني في النهاية تاني دايما نقول إيه لا يصح إلا الصحيح والمصحف والنعمة واكتاب الله ما يصح إلا الصحيح كل مرة بنتكلم في مقربتنا الفكرية لمسألة الإرهاب وعدم التدخل في شؤون الدول الناس الأول تدبي معنا الخناء بعد شوية يفهموا احنا قصدنا إيه بعد شوية يتبنوا نفس المقربة الفكرية طب من بدري عشان ننجز في البدري بدري حدش بيسمعي الكلام بس خير خلونا بقى إيه انطلاقا من انطلاق القمة الثلاثية التاسعة ما بين مصر واليونان وأبرص وطبعا بمشاركة فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أقدر أقول إنه مؤسس نادي شرق المتوسط طبعا هو بالكلام الرسمي منتدى شرق المتوسط ما حدث اليوم رائع وعظيم ضفنا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية بالأهرام منوارنا أهلا بيك زي الصح أهلا بيك سيد يوسف كله تمام كله تمام النهاردة الحقيقة أنا كنت بتابع كويس جدا الكلمة بتاعة رئيس الجمهورية والرئيسين اليوناني والأبرصي رئيس الجمهورية بتاعنا قال حاجة مهمة جدا هو اتكلم طبعا على مسألة الربط الكهرابي وقال إحنا بنربط الشبكة بتاعتنا بشبكة اليونان حتى يتم مدها قريبا إلى أوروبا صحيح وده حدث حدث مهم يعني يعني إحنا هنودي كهرابة لحد أوروبا إيه ده سؤال أو ملحظة حاول أفهمها بقى من حضرتك الحاجة التانية اتكلم على مسألة الغاز اليوناني المسال واللي هيجي على إدكو واسكندرية وبعد كده يعاد مرة تانية إلى اليونان أو الغاز هيجي إحنا نسيله وكده نرجعونهم غاز مسال عبر الخطوط فيخدم منطقة شرق البلقان وربما تبقى لكلام الرئيس وربما وسط أوروبا إحنا كده هنلعب دور شديد المحورية والأهمية في مد أوروبا بالطاقة صحيح صحيح اشرح لي بقى يعني أولا أهلا بك سيدي وصف وأهلا بكل السادة لمشاهدين وأنا عارف أنك أنت بتحب اليونان وليك أصدقاء يونانيين كثير أوي أوي وما زلت على صداقتهم صحيح وطبعا نعم اليونانيين المصاروا بتقول اللي تولدوا وعشوا هنا دونه صحيح صحيح العلاقة بيننا وبين اليونان هي علاقة قديمة وعلاقة يعني وطيضة لكن في الحقيقة زي ما أنت تكلمت عن أن الرئيس السيسي هو له رؤية حصرية في تأسيس منتدى الغاز أو منتدى شرق متوسط لكن قبل كده أستاذ يوسف لو رجعنا لسنة 2014 لما تولى الرئيس السيسي المسئولية في النصف السنة من 2014 في نوفمبر تحديدا فكر في الألية السلسية أن يكون فيه تعاون بين مصر واليونان وأبرص تفتكر ساعة الناس كانت بتقولوا إيه كان يقول لك أول حاجة كان بيقوله الأبرص دي بلد صغيرة كان بيقوله اليونان دي بلد عندها أزمة مالية وأزمة اقتصادية هناخديه من اليونان هنستفيد إيه من اليونان سابت يا أستاذ يوسف زي ما أنت كنت بتتكلم على وكلة الأمين العالم المتحدة أن احنا عندنا تصور وعندنا رؤية لقدام بعد فترة كبيرة أوي الناس بتكتشف أن احنا كنا سابقينهم أنا استطيع أقول بمنتهى الأمانة أن الرئيس السيسي هو صاحب الفكرة الحصرية للألية السلسية إزاي يبقى بيننا تعاون قوي ووطيد بين مصر وبين أبرص وبين اليونان الرئيس استوحى الفكرة دي أولا من العلاقة الوطيدة بين الشعوب الدول التلاتة لكن استقها أيضا من الموقف الرجولي لو قفته اليونان وأبرص مع مصر في ثورة الشعب المصر في 30 يونيو 2013 لما قامت ثورة الشعب المصر في 30 يونيو 2013 أول وزير أوروبي تطأ قدماه مطار القاهرة كان وزير الخارجية الأبرصي يؤنن كاسوليدس أول رئيس أوروبي يزور مصر كان في نوفمبر 2014 يعني فترة رائبة بعد الثورة كان الرئيس اليوناني الرئيس السيسي كان ليه كلمة حلوة أوي المصر لا تنسى من وقف أي معها مصر لا تنسى أبدا لو قف معها من هنا بدأنا نفكر في فكرة الآلية السلاسية وابقى في تعاون بين الدول التلاتة قمة النهاردة دي القمة التالتة أنا نقدر نسميها النهاردة استاذ يوسف إن هذا القمة التسعة هذه القمة نقدر نسميها قمة جاني السمار في الثاني قمم اللي فاتوا كنا بنزرع النهاردة بدأنا نشوف الحصاد وجاني السمار أول حاجة في موضوع الكهرباء النهاردة ودي نقطة مهمة جدا عاوزين نعمل حاجة ما قبل الرئيس السيسي وما بعد 2012-2013 كان بتعمل ايه؟ كانت الدنيا ضلمة لا الكهرباء بتقطع النهاردة انت بتتكلم انك تبقى محور تداول وبيع وتصدير الطاقة ومش اي طاقة طاقة نظيفة وطاقة مستمرة وطاقة جديدة وطاقة لا تنضب يعني مجبير بعد عشرين سنة بعد تلاتين سنة يخلص لا الكهرباء مع الاهتمام العالم بالقضايا المناخ والتغير المناخ وهتبقى الطاقة الشمسية هي الاساسة اوروبا النهاردة انا فيه تقديري اوروبا سوف تعتمد على مصر مصر وده هيخلق وضع جيوسياسي وقيمة سياسية وقيمة اقتصادية كبيرة لمصر ليه؟ اوروبا عندها مشكلة في الطاقة طبعا اللي بيتابع الاخبار في اوروبا النهاردة الغاز هم بيعتمد على الغاز بشكل كبير جدا كانوا بيعتمد على ثلاث مصادر من الغاز المصدر الروسي رقم واحد والغاز النرويجي رقم اثنين والغاز الجزائر رقم ثلاثة الجزائر بداية من عشرين عشرين بلغت اوروبا قالت لو ما احنا عندنا الحقول بتقل واليعني بتنشأ فالمخزون بيقل الحقل النرويجي تقريبا خلص ما فيش في مشكلة سياسية بين اوروبا وروسيا هم عملوا حق اللي هو الخط الجديد اسمه نورد ستريم تو هيعمل حوالي خمسة وخمسين مليار متر مكعب كل سنة من روسيا الى اوروبا لكن اوروبا الصناعية اللي فيها مناطق صناعية كتيرة محتاجة الغاز للنمو البديل الوحيد او الشيء الوحيد اللي هيخلي اوروبا تواصل بنفس المستوى من النمو والاستدامة في النمو ان يكون هناك مصدر جديد ومتجدد ومتضفق ودائم للطاقة الحل الوحيد هو في مصر سواء من خلال الربط الكهربائي احنا عملينا بروتوكولين او اتفاقين الاتفاق الاول بيننا وبان اوروبرس نوصل الكهرباء بتاعتنا مع اوروبرس لان property� اقرب لنا وبعدين نعمل ربط كهرباء بيننا وبين اليونان اليونان مرتبطة بشبكة الكهرباء الاوروبية مجرد ما انت بتعمل ربط مع اليونان انت ربطت مع اوروبا بالمناسبة دي ناحية اوروبا تعالي ارجع يومين تاني الوراء او تلاتة مصر عملت ربط كهرابي بينها وبين مين؟ بين السعودية فبالتالي ربط مصر بشبكة الكهرباء الأسيوية عندنا ربط مرحلة أولى بيننا وبين أشقائنا في السودان يعني أنت بتربط أفريقيا إذن أصبحت مصر حلقة بتربط الكهرباء وده سوء كبير وده سوء بالمليارات يعني إحنا قدام علشان كده كنت بكتب مقال عن القمة سمتها قمة جني السمار والطموح لأن إحنا بنجل من السمار النهاردة في إيدنا سمار لكن قدامنا كمان طموح كبير أوي في مجال زي مجال الكهرباء المجال الثاني مجال الغاز بالمناسبة الاتحاد الأوروبي منشغل جدا بقضية أنابيب الغاز اللي بيننا وبين أبرس وبينيليونان أبرس النهاردة اكتشفت حقل يعني عنده كميات كبيرة جدا هو حقل أفروديت أفروديت في النحية اللي نحيتنا نحيتنا عند المدية 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 السحلية موجود هذا الحقل من الحقل هنجيب خط أنابيب خط الأنابيب ده هيوزع فرعين فرع هيروح إدكو وفرع هيروح ضميات في إدكو في ضميات إحنا عندنا ميزة مش موجودة في غالبية دول حوض بحر المتوسط يمكن الناس ما تعرفش الحكاة ده وهي أنك عندك معدات أو مصانع الإسالة تسييل الغاز في دول كتيرة أو في شرق المتوسط قد يكون عندها غاز لكن ما عندناش مصانع إسالة إحنا عندنا مصانع إسالة فكرة أنك تبقى عندك حقل غاز وعندك أنابيب بتجيب لك الغاز وقادر على إسالة الغاز أنت بتعمل فهتودي لغرب البلقان شرق أوروبا وغرب البلقان وزي ما قال الرئيس وربما وسط أوروبا وإن شاء الله يصد وسط أوروبا وربما يصل إلى غرب أوروبا لأن هذه الدول اعتمادها كله على الغاز بدأ يقل ويقبأ كل الاعتماد على شرق المتوسط ده طموح كبير جدا ده تحول وبالمناسبة الطاقة مش دولارات الطاقة مش حتى مش طاقة تستخدمها في الإنارة أو في المصانع أو أو الطاقة النهاردة بقت قيمة سياسية بقت سياسة بقت تأثير بقت فعل ده هو جزء من الخناء ما بين الروس والأوروبيين هو استخدام الطاقة في السياسة صحيح صحيح وده بيخلي مصر مش محور لتداول الطاقة بس هيخلي مصر هي محور التفاعلات في المنطقة كلها في المنطقة العربية في الشرق الأوسط في الشرق المتوسط ده قيمة مضافة كبيرة جدا لمصر ده يليق فعلا بالشعب المصري باعتبار مصر هي ربع سكان العالم العربي ومئة مليون علشان كده قال القادة الأوروبيين الحكماء زي في اليونان وفي أبرس وزي ما شوفنا الرئيس كان في قمة الفيش جراد الدول الأربعة الدول دي شايفة مصر بمنظور مختلف شايفة أن مصر هي محور استقرار ما تقتل شرق الأوسط صح كلما مصر كانت مستقرة وقوية ده بيشيع الاستقرار ولما يشاع وينتشر الاستقرار في الشرق الأوسط ده بينعكس إيجابيا على أوروبا لأننا يعني في جنوب في جنوب أوروبا علشان كده رئيس الوزراء المجري فيكتور أربان ليه مقولة جميلة جدا لما تكلم في وسائل الإعلام المجرية الاستثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار قالوا الاستقرار بتاع مصر قال لهم لا الاستقرار بتاع أوروبا ده كلام بني أدم زكي زكي جدا بيقول استثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار لأوروبا لأنه لما تكون مصر قوية ومستقرة وتهزم الإرهاب وتكافح الإرهاب ونقف معه في مكافحة الإرهاب هتستقر المنطقة كلها ده هينعكس على أوروبا في حاجات كتير مش هيبقى فيه هجرة غير شرعية مش هيبقى فيه إرهاب علشان كده مصر بتبني شراكات قوية مع دول فهمة طبيعة الوضع في المنطقة زي عشان كده احنا مش شايفين دعم مثلا من اليونان وأبرس لمصر أو الأجندة المصرية في مكافحة الإرهاب ده أنا هقولك على حاجة سيد يصف كمان أبرس واليونان مش بيدعموا وجهة نظر مصر في مكافحة الإرهاب بس ده أبرس واليونان بيروجوا لوجهة نظر مصر في مكافحة الإرهاب صحيح 100% ما معنى أن مثلا الاتحاد الأوروبي بيعمل اجتماعات حوالين مكافحة الإرهاب واليوروبول والحاجات ده كلها الوفود اليونانية والأبرسية دايما تتكلم تقول لهم شوفوا التجربة المصرية التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب تجربة بالمناسبة مختلفة عن أي حد حتى التجربة الأمريكية مختلفة تجربة الأوروبية مختلفة كلهم بيفكروا في حاجة واحدة استوديوسف بيفكروا في الأكشن الإرهابي إن فيه إرهاب ندور على الإرهابي نمسك الإرهابي بس الرئيس السيسي ومن البداية ومن يوم ما شارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية اللي كانت في الرياض في مايو 2017 قال الإرهاب عملية مسلسلة تبدأ بالفكرة الخاطئة تمر بالتمويل وصولها للفعل الإرهابي لازم نكافح الإرهاب في الثلاث مراحل الفكرة لأن الإرهابي قبل أن يحمل بندقية أو حزام ناسف هو يحمل فكرة خاطئة لو استطعنا أن نزيل هذه الفكرة الخطئة مش يبقى فيها عملية إرهابية في النهاية الفكرة محتاجة تمويل من غير تمويل مش يتبقى عمل إرهابي عشان كده لازم نكافح فكرة التمويل أبرس واليونان بيروجوا لهذه الوجهة النظر المصرية دي حاجة الحاجة الثانية زي ما قلت يا سيدوف عن وكيلة الأمم والتحد مصر البداية عندها تصور لحل مشاكل المنطقة التصور ده بيقوم على مجموعة من السوابت السوابت الأول وهو الحلول السياسية والسلمية بمعنى مصر بتقول من البداية من 2011 لما كان فيه فوضى في المنطقة وفيه مشاكل في المنطقة إن مشاكل المنطقة تبدأ بالحلول السياسية والسلمية في سوريا كل المنطقة راحوا إما مع هذا الفريق أو ذاك الفريق مصر من الأول بتقولهم الحل مش عسكري الحل سلمي في ليبيا مصر قالت الحل والمسار السياسي هو الحل الوحيد في فلسطين بتقول حل الدولتين وقامة الدولة الفلسطينية هو الحل النهائي لهذه القضية علشان كده هناك دعم كامل وغير مشروط من قبل اليونان وأبرص لوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بحل القضايا الإقليمية سواء كانت في ليبيا كانت في سوريا كانت في شرق المتوسط في فلسطين لكن لفت نظري حاجة مهمة جدا في كلمة السيد الرئيس النهاردة حديثه عن خصوصية حقوق الإنسان وده نقطة مهمة جدا لازم يعرفوها الأوروبيين ونحص حاجة الرئيس تكلم عن نقطة دي مرتين في وقت قريب اتكلم في القمة في المجر وتكلم المرة دي في أسينة ليه؟ بالمناسبة الأوروبيين نفسهم بيتكلموا في خصوصية حقوق الإنسان يعني عندك دولة زي المجر في بعض المبادئ بترفض بعض المبادئ أو بترفض بعض المطالب من قبل اتحاد الأوروبي الإنجليز نفسهم عندهم بعض الدعاوة المعلنة من الحكومة بفي حول ذلك لا ده حتى في أمريكا يعني مثلا في أمريكا في ولايات عندها بتقبل أشياء يعني فيه النهاردة في ولاية تيكسيس في مشكلة الإجهاض في ولاية بتقبل إجهاض في ولاية لا تقبل الإجهاض على ماما عندها أحكام إعدام والإعدام والتغض للأفرق الأمريكان يعني داخل الدولة الوحدة فيه اختلاف في قبول معايير حقوق الإنسان عشان كده الحقوق الاتصادية الحقوق الانتماعية الحقوق الصخفية دي المهمة الحاجة التانية لازم نعترف أن فيه تباين بين هذه الخصوصية في قضية حقوق الإنسان دكتور أيمان بصع ما لقولك يلا بينا لازم نختم بس أنا بيني وإناك مش عاوز أختم رب نشوفت أنا صريح لحد فين بس هنعمل إيه الوقت لقد دهمنا الوقت زي ما يقولوا كده نورتنا وشرفتنا أتمنى أتمنى فيها أننا هتقابل قريب جدا لأننا عايز أكمل الملف بتاع اليونان أبرس مصر والأدوار اللي تلعبها التلت دول مع بعض لوضع مقاربة حقيقية لمسألة المكافحة الاجتماعية والفكرية ثم المالية فذهابا إلى العملية الإرهابية نفسها لأنه دي المقاربة الأشمل والأكثر فاعلية اللي عملنا في مصر أن احنا فعلا بنحاول نقضي على فكرة المجتمع الذي قد يتسبب في إنجاب إرهابي يعني أنت عايز تقولي أنه مثلا يبقى فيه إرهابي علشان وهو عايش في النرويج صعبة وارد صعبة قوي لكن إرهابي هو عايش في قلعة الكبش طبيعي يعني فلما نقضي على مسألة عشوائيات ونعايش الناس عيدل ساعتها هنقدر نتكلم ونتحاسب يا جماعة في مثل أمريكاني كده يقولك إيه يقولك أنه البطون الخاوية ليست مستشارا سياسيا جيدا اوعى تتكلم مع حد بط مفاضية أنا شخصيا لو كلمتيني وأنا جعان ممكن أكلك حقيقي على كل تاني أنا بشكرك جدا لدكتور أيمن نورتنا وشرفتنا وأستأذنكم هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل مع ضفنا العزيز العلامة الدكتور المفكر الإسلامي دكتور علي جمعة استكدوا اشتركوا في القناة